اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج اطباء مصر تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن فيروس كورونا عن اعراضه عن صبر الوقاية منه عن انتقاله وطرق انتقاله عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو العيادات يمكن احنا وصلنا لاخر حاجة ان اهم حاجة في الشغل في داخل العيادات في الفترة دي ان يقتصر العمل على حالات الطوارئ ايه هي حالات الطوارئ اللي احنا مفروض نشتغل معاها ايه هي طرق السلامة المتبعة عشان نقدر ان احنا نحافظ على نفسنا نحافظ على المريض اللي جاي نحافظ على اهلنا كل دال اللي هنعرفه النهاردة ولكن بداية نسمحولي يا راحب ضيفي الكريم دكتور محمد لؤي اخصائي طب وجراحة الفم والاسنان اهلا بحاجة دكتور اهلا بك واهلا بالسلام ده مشاهدين كله انت موارنا ربنا يخليه يجبرونك الله يكريم اهني دكتور محمد لؤي زي ما قلنا ان موضوع العمل في العيادات دلوقتي يمكن حضراتك وبالنسبة لك كمان في عيادات الاسنان اقرب حاجة للمريض واقرب حاجة ان فيه تواصل بينك وبين المريض فبالتالي ده ممكن يبقى او يسرع من انتشار العدوى فايه هي الحالات اللي حالك بتقتصر العمل عليها في العيادة والله احنا الفترة دي نتيجة الاحداث اللي حصلة والوباء الموجود وكورونا مع كمان تحذيرات الدولة بعدم نزول الناس للشوارع فاحنا اقتصرنا بس في العيادات على حالات الطوارئ ووزارة الصحة والنقابة العامة لطب الاسنان حددت حالات الطوارئ وقسمتها لحالات كبار واطفال الكبار بتنقسم لحاجتين يا اما مريض تعبان وعنده مشكلة في عصب الدرس احنا منتكلم دلوقتي بالنسبة للاسنان فقط طبعا للاسنان فقط للاسنان فقط النقابة طباء الاسنان هي اللي حددت الحالات دي فاحنا هنقسم حالات الطوارئ لحاجتين اطفال وكبار الكبار حالات الكبار تلات حاجات أول حالة أنه يبقى عندنا عصب مكشوف فالدرس يبقى عصب وملتهب فهنا الألم بيبقى شديد جدا دي من حالات الطوارئ الحالة الثانية أنه يبقى فيه درس متهالك ومتكسر وخلاص مش باقي منه حاجة غير جدور فدي تاني حالة الحالة الثالثة أن المريض يبقى خلع وحصل تلوس للجرح ده فحصل برضه ألم شديد فكل دي حالات طوارئ دول الثلاث حالات اللي اتحدده لحالات الطوارئ للكبار أما للأطفال فإن سنة الطفل حصل فيها تسوص بشكل كبير قوي فالتسوص ده بدأ يأكل في طبقة المينة بتاعت الأسنان لحد ما وصل العصب فالعصب التهب فحصل ألم طيب بس يعني عايز أقول لها حيك أن دايما الأوجاع عارف أنت المسألة اللي بيقول كل الممنوع مرغوب وده بيحصل دلوقتي ده ناس كتيرة بدأت أنها فعلا بدأ يحس بأوجاع الأسنان والكلام ده كله تمام فحالك بتحدد الأولوية إزاي يعني تحدد الأولوية أننا دلوقتي لأ أنت ممكن تاخد علاج وتجيلي بعدين أو أنت ممكن دلوقتي لازم أن احنا نبدأ نعمل إجراء طب دلوقتي والله بيرجع على حسب درجة الألم يعني بنشوف المريض ده بيوصف الألم بتاعه ناتج عن إيه وبناء عليه بنبدأ نقول ناخد أدوية ونستنى يمكن الدرس ده أو الألم ده يستجيب للعلاج ويتسكن شوية أو أن احنا نضطر أن احنا نتدخل بقى كأطباء ونعالج الحالة دي كحالة طورة يقدر المغيز يحدد ده بنفسه صعب شوية أوه بعدين احنا يعني ثقافة الشعب المصر شوية هو مش هيشتك إلا لو موجوع بشكل كبير لأنه هو على طول بيروح للمسكنات من نفسه بيروح للمسكنات ومضادات الحيوية من نفسه ده في الأيام العادية ده في الأيام العادية ده في الأيام العادية صعب فهو طالما اشتكى يبقى هو وصل لمرحلة صعبة تمام وكل حالات الطوارئ لازم المريض بيكون فعلا متألم؟ يعني كل حالات الطوارئ المصنفة عندنا لازم المريض الجاية ده يكون فعلا متألم؟ هو المريض هيصنى في نفسه حالة طوارئ لو حصل ألم تمام فلو حصل ألم المريض هيجيلي لكن فيه دروس كتير متكسرة وجدور كتير موجودة عند بعض الناس ومش حاسس بألم ده عصب ميت ومتحلل وساكن وهادي ويا رب يفضل هذه الفترة دي لحد ما تحضر يعاكي بالضبط وبعدين يجينا لكن احنا محتاجين طول الوقت يعني احنا الفترة دي محتاجين نقول يا جماعة لازم رعاية دورية لازم نروح للدكتور أسنان بشكل يومي احنا النهاردة في ظرف في ظرف فالظرف ده أكبرنا كلنا ان احنا نقلل عدد الأيام وعدد الساعات والاحتكاك والناس والزحمة والحاجات دي كلها فمنسفش نفسنا احنا نوصل للطوارئ لو احنا بنعمل يعني رعاية دورية بشكل كامل يعني كل ستة شهور مثلا بنروح للدكتور أسنان ده بقى في الوقت العادي ده اللي لازم احصل في الوقت العادي عشان ما حصلش التكدس والفترة اللي احنا فيها تمام تمام طيب دكتور محمد دلوقتي جي المريض اللي عنده حالة طوارئ ودخل العيادة وحضرتك قررت انك هتعمله اجراء طب دلوقتي تمام كويس ايه هي الاجراءات السلامة المتبعة او اجراءات السلامة المتبعة مع المريض ده عشان حاجة تحمي نفسك اولا تحمي باقي الطاقم العمل اللي موجود في العيادة وتحمي الاسرة بعد كده فيما بعد وتحمي المرضى نفسهم لان المرضى لو انتشر من واحد لو دخل لي واحد ودخل اللي بعديه وتحاكي يعني الوباء بانتشر بالنسبة اعتقد 100% فالموضوع يعني هي فعلا مظبوط هي خطورة الوباء ده في انتشاره لانه هو بانتشر بشكل كبير جدا مش في نسبة وفياته خالص الاجراءات اللي انا بعملها يعني قولا واحدا كده انا بتعامل مع المريض انه هو مصاب الى ان يثبت العكس فاولا مفيش تجمعات نهائي يعني احنا المفروض لو جاي للعيادة فانت المفروض بتحجز على رقم العيادة عشان يبقى فيه وقت كاف ما بين كل مريض والتاني بحيث ان احنا نقدر نطهر ونعقم العيادة بناء على يعني هيئة الصحة العالمية بنشوف الفيروس ده بيمتشر ازاي فقاله الاسطح المعدنية بدأنا ناخد بالنا من اكر الببان المعدن اي حاجة يلمسها المريض كل حاجة بتحصل كأنه هو فعلا مصاب كأن انا داخل بطهر اتحادك بتتعامل مع اي مريض جاي لك ان هو مريض بفيروس كورينا الى ان يزبوت العكس تمام بالضبط فبنشوف بقى درجة الحرارة المريض ده كان في الاول قبل ما نشتغل بناخد هستري صحة العامة اخبارها ايه وحاجة بتطبق ده حتى لو الحرارة مش علي وحتى لو الحرارة مش علي احنا بنشوف الاول ايه اللي بيحصل عنده ونشوف دلوقتي المفروض المرض ده بيصيب الناس اللي عندها امراض مزمنة في سن معين فبنشوف كل الكلام ده هوت قبل ما نشتغل ولازم يبقى فيه فترة زمنية بين كل مريض والتاني بحيث ان احنا نقدر ننظف ونعقم العادة بشكل كويس اما بالنسبة لنا احنا كأطباء فاحنا يعني لان احنا بنقوم بعمل خير في الاول ووقفين ضد كل اللي بيحصل ده وفي نفس الوقت احنا لو قعدنا في بيوتنا كلنا بطاقة قوتنا كاملة فيه مرضى هيبقوا تعبنين ومشانا نقدر نعالجهم فاحنا فيه جزء كبير مننا فعلا قرر يقفل عياداته منعا لانتشار الوباء ده هو لكن فيه نسبة مننا برضو قررت ان هي تفتح العيادة لحالات الطوارئ فقط مع احترازات مهمة جدا ان هو لازم ياخد باله من كل حاجة ولازم يعقم الحاجات اللي المريض بيمسكها كويس ولازم ياخد باله من كل الاشياء اللي بيلمسها المريض حضرتك مع او ضد اغلاق كامل العيادات في الفترة حاليا والله انا دلوقتي هتخلى عن لقبي كأن طبيب او عن مهنته هفترض ان انا مريض فانا لو مريض ودرسي تعبني وقدرت اتحمل لحد الصبح واخد مسكنات وحاجات زي كده فانا هنزل اكيد على الشارع اول ما الحظر ده يقف الساعة 6 صباحا هنزل الشارع ادور على مستشفى او عيادة ان انا عالج درسي فانا مع حالات الطوارئ فقط ولكن لو ما فيش حاجة تستدعي انزولك للشارع ارجوه خليك في البيت تمام طيب نكمل كلامنا بقى عن سبل الوقاية اللي حضرتك بتتخذها عشان تحمي نفسك برضو احنا لازم في الاول في الاخر ان حقيقة لازم هتحمي نفسك اكيد ده لا ده لازم اساسي يعني اكيد اكيد فايه الحاجة بتعمله بالضبط احنا كل شيء بيلمسوا المريض نعم لازم يتعقم وقبل ما يتعقم يعني لو افترضنا على سبيل المثال مثلا مقبض الباب المعدن اللي المريض ممكن يمسكه تمام احنا بنعمل حاجة زي حاجة بلاستيكية كده عليها المريض يعني غطاء عازل غطاء عازل على المقبض ده المريض لو مسك المقبض ده وفتح الباب ودخل فالغطاء العازل ده لازم يتغير من مريض للتاني زي اد ان احنا بنعقم حيث ان لو حصل عدوى فهي حصلت على الغطاء دوت وهو كده كده هيتشال ويتري مظبوط عشان ما يحصلش كروس انفكشن ما ننقلش العدوى من مريض للتاني نعم كل حاجة المريض بيلمسها حرفيا من اول دخوله للعيادة وياريت هو كمان وهو جاي ياخد باله من اي حاجة هو بيلمسها لازم يخسل ايدي كويس كتير لازم قبل ما يدخل العيادة عندي يدخل حمام يخسل ايديه يطهر ايديه كويس لان الغسيل ايديه ده شيء كويس وبينظف يعني بيقلل البكتيريا والفيروسات الموجودة قدر الامكان وقدر المستطاع بالنسبة ليه انا كطبيب انا في الحقيقة اجراءاتي ما اتغيرتش سواء من كورونا او من غير كورونا لان احنا يعني لو اهملنا في نقطة مكافحة العدوى جوه العيادة هنبقى مصدر كبير جدا لنقل الفيروسات مش بس الكورونا فانا باخد بالي كويس جدا من الجلافز اللي انا لابسه ان هو يبقى سليم ما تقطعهش بلبسه بشكل معين زي ما التعليمات بتقول بلبس المسك بشكل معين والمسك يتغير المسك ده يا جماعة مش عايش معنا طول حياتنا الموضوع بعدها مهم جدا اه يعني احنا المسك ده بيتغير يا جماعة بالضبط انا شفت ناس كتير جدا يمكن حيك عارف بقى كمان خصوصا في الوقت الحالي يمكن حتى الدولة بدأت ان هي تتجه لإدارة الأزمة دية وبدأوا يتجه انهم يتدخلوا في الجشعة اللي حاصل في موضوع المسكات والجلافزات والكلام ده كله ولكن للأسف الموضوع كبير جدا يعني الأسعار ضربت في عشرة أكتر من أكتر أه طبعا أكتر من عشرة أضعاف والله فعلا فبالتالي الناس بدأت ان هي عايزة تحمي نفسها وفي نفس الوقت أنا مش قادر أدفع ده كله فبجيب المسك وبفضل لبسه اليوم كله وبجيب جلافز وبفضل لبسه اليوم كله ايه وجهة نظر حالك في الموضوع ده أولا موضوع الجلافز ده يعني أنا شايفه ان هو منتشر جدا وهو يعني احنا كشعب بنحاول ناخد يعني الاحتياطات اللازمة عشان نواجه الفيروس ده فمتخيلين ان الجلافز ده هيحمينا تمام لكن تعالى نحكي قصة كده بسيطة مثلا نفترض ان في حد دخل محل أو سوبر ماركت أو مول أو أي مكان أو حتى وانت داخل عيادة مثلا وفي باب في البداية انت داخل وفي باب فحضرتك لابس جلافز نظيف نظيفه كويس ومعقم وزيد فليه كويس حطيت ايدك على مقبض الباب ده حتنقلك فيروس انت شايل الفيروس دلوقتي على الجلافز ده دخلت السوبر ماركت أو المول أو العيادة أو أي مكان أو حتى بيتك داخل بيتك داخل عربيتك ماسك مفاتيح أي حاجة والفيروس ده بيقعد على المعادن يعني تقريبا 12 ساعة أو حاجة هتدخل تمسك أي حاجة انت بتنقل الفيروس من مكان لتالي وانت متخيل انك لابس الجلافز ده بالتمن ساعة انت بتحمي نفسك لا لا ده مش مظبوط هو انت ربما تكون حميد نفسك بس ضررت اعداد كبيرة جدا غيرك ضررت اعداد كبيرة وموحضرتك لو داخل تشتري حاجة وعلبة معينة وحطيت ايدك على العلبة المعادن دي وحطيتها وهتاخدها وتخرج بيها طب من انت نقلت الفيروس للعلبة وهترجع البيت تقليل على الجلافز وتنسك العلبة تانية فهو ده الكروس انفكش ان انت بتنقل عدوى من مكان لمكان بالغلط فده شيء مش مظبوط وكتير قوي من الدكاترة الفترة دي بتنوه على الموضوع ده يا جماعة احنا بنعمل ازمة بلا داعي بنعمل ازمة بلا داعي يعني احنا نوضح للسادة المشاهدين لان عليك يعني ذكرت نقطة في غاية الخطورة هي موضوع ان الجلافزات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي واحنا ماشيين في الشوارع ملهاش لازمة احنا بنستخدم حاجة دلوقتي بالعكس يا موكت يعني تزيد الطين بلا يعني تمام فاحنا دلوقتي يعني ايه البديل طب ايه البديل عشان احمي ايد يعني انا اللي اتعايز امشي ويدي تبقى سليمة مش مفهاش مفهاش انفكشن او مفهاش عدوى ايه اللي انا عمله انا شخصيا باخسل ايدي كتير جدا 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 بالطريقة المزبوطة ان انا بحط ايدي زي موزارة الصحة قالت تحت المية لمدة عشرين ثانية باخسل ايدي عشرين ثانية وبخلل المية ما بين ايدي ان هي توصل لكل صوابعي واخصل صوابعي كويس جدا 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 اكون قصص دوافري عشان الدوافر دي بتشيل مكروبات وبتشيل عدوى وحاجات زي كده وابدأ انضف دوافري في كاف ايدي كده عشان لو في اي حاجة تتنظف كويس كتير على قد ما اقدر كل ما امسك حاجة كل ما افتح باب لازم اجري ونظف واخصل ايدي كويس قوي لو في بقى مطهر معقم الحاجات اللي موجودة دي تبقى افضل كمان بعد غسيل الى دي ولا تستخدم الا بعد الغسيل طبعا لازم تخسل ايديك كويس عشان برضو في ناس عندها فكرة ان المطهر بيقتل الفيروس او بيقتل المكروب الموجود على اليد بدون غسيل في الواقع في شركات وبراندات كتير طلعت اعلنت ان هما اه بنسبة 99% ومنقتل بكتيريا وفيروسات بس هي هي الشركات مع فيروس كورونا احنا ما عندناش بحث علمي يقدر نوصف منه احنا نقدر نقتل فيروس كورونا بالكحول اللي بندور عليه 70% ولا بالبراند دا ولا بدا ولا بدا احنا ما عندناش قول فصل في الموضوع دا يقول ان احنا نقدر نقتل الفيروس دا بالحاجة دي ما فيش حد يقدر يتحمل مسئولية كلمة ان انا اقترقت الفيروس بالحاجة دي فكل الكلام اللي موجود هو مجرد اجتهادات لكن عندنا بحث علمي ما عندناش بحث علمي ما فيش حاجة بتفيد بدا خالص والشركات نفسها اعلنت كده تمام نرجع لموضوع الماسكات بقى احنا اتكلمنا في الجلاوزات والمطهرات الماسكات بقى دي كارسة تانية بقى الناس بتنبس الماسكة من اول اليوم بيشيروا اخر اليوم مش عشان يرميه عشان ياخد تانيه وفي ناس بتغسله كمان سمعت موضوع الخسيل دا شفتوا منشور والله يعني موضوع الماسكات دا الماسكات احنا نستخدمها في الاماكن المزدحمة تمام نستخدمها مرة واحدة بس لو كحينا عطصنا في الماسك دا نغيره يا جماعة انا ماشي في هوا ربنا هوا نظيف اقلع الماسك ما تمشيش في الهوا بالماسك لا مش محتاجي انك تستخدم الماسك في الاماكن دي لكن انت بتستخدمه بس في الاماكن المزدحمة عشان حسب برضو المنظمة العالمية للصحة قالت ان الفيروس دا بينتل عن طريق الرزاز لو انا كحيت عطصت حاجة خرجت فاحنا بنحمي نفسنا وبنحمي الجهاز لكن مش بينتل عن طريق الهوا يعني انا ماشي في الهوا الطبيعي مش ممكن هو يجيلي كده لو هو الطبيعي بتاع ربنا لكن برضو دا ما نقدرش نقول نسبة 100% دا كله كلام لسه مش عارفين الهوا فيه برضو ابحاث واجتهادات تطلع تقول ان هو تقيل لدرجة انه ما يطلعش في الهوا لكن الحقيقة ايه لسه ما نعرفش ما فيش بحث علمي دقيق طلع يقول فيه لقاح فيه دواء فيه حاجة تقتله لا لسه مش عارفين نعم يعني كده رأيي حضرتك في موضوع المسكات ان المسك لازم يتغير كل ما روح مكان جديد مثلا يعني كل ما ادخل مكان مثلا مزدحم اذا المسك اللي كان معايا في الاول دا لازم ان انا اتخلص منه وابدا ان انا نلبس مسك جديد وانت كده بتعمل مشكلة انك يعني بتأزي نفسك تمام طب هالموضوع المنتشر بتاع المسك اللي ازرق والابيض واللون من هنا واللون من هنا ده ده لي اساس من الصحة ولا هو استخدام المسك بشكل عام وهو اهميته في استخدامه فقط هو المسكات انواع طبعا تمام كويس لكن المسك اللي مثبت عندنا علميا اللي فيه فلتر بيمنع نقل الفيروس وده طبعا بنكلم عن الفيروسات القديمة اللي موجودة عندنا ما نعرفش برضو كورونا ايه وضعه لسه ما فيش بحث علم يقدر بيه اي حاجة ده نوع فيروس متحور اصلا فلسه ما نعرفش الخصائص بالضبط مستجد ما نعرفش ايه اللي حاصل فيه ولا ايه اللي هيحصل فيه عشان كده الدولة مقالت حظرة جوال يا جماعة لان احنا عايزين نقلل عدد الناس مش عايزين ازدحام لان ده فيروس صعب السيطرة عليه لسه لو العالم كله بيواجه وفيه نسبة وفيات عالية فالحمد الله في مصر ربنا حافظها بنسبة قليلة بنسبة ما زالت قليلة طبعا ما زالت قليلة طبعا وعدد قليلة فعايزين نحافظ على ده مش عايزين نكسر رقم الف عشان ما يحصلش كارسة ان احنا يضيع مننا مصدر الاصابة احنا دلوقت طول ما احنا تحت الالف قادرين نحدد مصدر الاصابة ايه مقصود بمصدر الاصابة بقى يعني انا عندي وزارة صحب تبزل مجهود كبير جدا مع الدولة مع الحكومة طبعا في حصر المخالطين بالمصاب تمام طول ما احنا عددنا تحت الالف فاحنا ما عدناش مرحلة الخطر حضرتك بتتكلم على العدد تحت الالف لو عدد المخالطين عدد المخالطين احنا لحد الساعة اللي بنتكلم فيها احنا عندنا 456 حالة مصابة في مصر 456 دول الوزارة مشكورة والحكومة عندنا واحد اصيب فبنبدأ نتابعه مين المخالطين بيه كان برا مصر تعملت مع مين الفترة اللي فاتت تعملت مع مين رحت فين كنت في مركب سياحي جاي من برا مصر ايه القصة بالظبط ايه اللي حصل عشان نبدأ نحلل للناس دي كلها ونكشف عليها مرة واثنين وثلاثة لحد ما نشوف نتيجة سلبية ولا ايجابية لو العدد عدد الالف احنا صعب نحدد مصدر الاصابة تمام هندخل في مرحلة يعني يا رب ما نوصل لهاش يا رب وهندخل بقى في اجراءات يمكن تبقى أصعب من الاجراءات اللي احنا بنمر بيها حصل في بعض الدول يمكن ما بحبش هذكر أسامي دول طبعا لأننا في محنة بس يعني حصل في بعض الدول انهم قالك ان الامر خلاص متروك للسماء احنا خلاص بنسبالنا كده حلول الارض نفدت طبعا تمام طيب دكتور محمد عايزين نعرف بقى من اهم الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها برضو والدخل معانا في الازمة المطهرات من الحاجات اللي برضو بدأت ان هي تقل في السوق بدأت اصعارها تعلى بدأ يبقى فيها جاشة هنعرف عايزين نعرف من حضرتك اهم المطهرات اللي احنا المفروض ان احنا نستخدمها وطريقة الاستخدام الصحيحة لها بس بعد ما ناخد اتصال من أستاذ حنان قالوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حنان اتفضلي لو سمحت كنت عايز اعرف اللي عايز يحلل كورونا تمام يروح فين لو سمحت مستلفة ولا يروح مستحة ولا ايه تمام بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ حنان هي يا أستاذ حنان بتسأل سؤال عن موضوع تحليل كورونا انك هو خارج شوية عن اثار الحلقة والحقيقة وزارة الصحة اعلنت عن رقم حضرتك بتتصل بيه وبتقول لهم الاعراض اللي بتشتاكي منها لان طبعا احنا عندنا معظم الشعب بقى عنده شوية وسواس من حد يقوح حد يعصر مش كنا ان احنا في فترة في فترة انتقال موسمي فده بيعمل الناس عندها بردو وناس بتشتاكي من جوب انفية وحاجات زي كده فالناس بتبقى بتهيلان الموضوع عندها فوزارة الصحة اعلنت عن رقم الرقم ده حضرتك ما بتتصل بيه بتقول لهم الاعراض اللي عندك وهم بيقوموا باجراء اللازم ولكن برضو وزارة الصحة منعا لأي حاجة ممكن تكون خارجة منعت تحليل الكورونا في المعامل الخاصة يعني حضرتك ما ينفعش تروح المعمل مثلا عندك في المكان او جنب البيت او تغرفيه تقول لحليل الكورونا حتى لو عنده الاجهزة اللي بتستخدم يعني حتى لو عنده تمام لكن وزارة الصحة حددت الموضوع وقالت يا جماعة احنا عندنا رقم والرقم دهوت من خلاله بنقدر نوجهك لمستشفى حميات قريبا من المنطقة اللي انت فيها مثلا تمام ونقول لك اعملي ايه وتقول لنا الاعراض اللي عندك ايه وبقى فيه كمان ويبسايت فيه موقع بندخل عليه وبنشوف الاعراض ونتابع الاحصائيات العالمية تمام وكمان المحلية وهكذا طيب خلينا ناخد اتصال من أستاذ هاجر السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم أستاذ هاجر تفضلي انا من سهل سامريد من حب نشاهد من خلال سناني وحب اوجه شفر بنشكر حضرتك طبعا كمان احمي توعية توعية كيرة يعني عن نصرونة من ثلاث نوات عن السور كنت حبة بس اوضح شفر يعني لسور وماخذرتك لكل كبير بنشكر وكمان عايز اتفضلي بس حبة الدراما المصرية تبط شوال التمريض للسورة كويتة التمريض بمثل جوز بحريقة 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 مصرية بحريقة عايزين لتوام المصرية تبط للسورة كويتة للسورة ايه حضرتك تهمني تمام تمام بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ هاجر يعني يا أستاذ هاجر بتوجه طبعا الشكر للأطباء ويمكن ده الموجود حاليا طبعا في هذه الأيام أطباء طاقم تمريض جميع الطاقم الطبي مسعفين فطبعا لازم ان احنا بنوجه لهم الشكر من خلال البرنامج خلينا نرجع دكتور محمد للموضوع اللي اتكلمنا فيه من شوية وهو موضوع المطهرات عايز من حقيقة تقول لي أفضل المطهرات اللي احنا المفروض ان احنا نستخدمها سواء حقيقة تستخدمها كطبيب في العيادة او انا تستخدمها مثلا لو شخص عادي ماشي في الشارع او جايل حضرتك اللي هي ده وطريقة الاستخدام الصحيحة بتاعتها والله يعني انا مش هقول حاجات هي نقصة اصلا نعم فالناس تنزل تدور عليها ما تلاقيهاش ونزود الازمة اكتر ما هي موجودة تمام لان فيه ناس دلوقت بتقف على الكحول على ابواب الصيدليات بالطبور وهكذا والاسف نزل حاجات يعني احنا ما نعرف لهاش مصدر تمام سواء في المسكوات في الجلوفزات في الكحول ما نعرفش مصدرها ايه وبتتباع ملهاش ملهاش تصريح من وزارة الصحة احيانا ما شوفناش ما شوفناش حاجة زي كده نعم وده استغلال للازمة طبعا يعني لكن ابسط حاجة ابسط حاجة الوزارة قالتها وصرحت بيها قالت ان احنا لو دخلنا البيت مثلا وعندنا مكان شاكين فيه او عايزين نطهر بيوتنا او عايزين نطهر اي مكان تمام قالت الماء الماء والصابون الماء والصابون احنا ننظف به كويس نعم وابسط الامور لتر ماء مع فنجان كولور تمام لكن فيه ناس بتعمل وصفات غلط زي كولور على كحول كولور على خل بتنتج غازات سامة ودي موضية جدا طيب خلينا ناخد اتصال من استاذ محمد قالوا سلام عليكم سلام استاذ محمد تفضل دكتور محمد لقية تفضل دكتور سامة حضرتك بس دكتور محمد لقية جدا دكتور محمد عريف محمد يعني تمام استاذ محمد احيجام الله يكرمك ماشي يا استاذ محمد شكرا لحضرتك جدا استاذ محمد بيشكر حضرتك جدا شكرا جزيلا معنا اتصال تاني من استاذ رمضان قالوا سلام عليكم السلامة والبركات السيد رمضان اتفضل ألف تحية لأكمل العاملين في الصحة على اللي بيعملوا معنا خالياً دلوقتي وأنا بقول حضرتك أنا إزاي أحمي نفسي من المرض ده وأنا في داخل المستشفى حضرتك فني معمل في داخل بتشتغل في مستشفى بيحصل فيها تخالط أو اجتماعات كبيرة يعني بين أشخاص وفي داخل المعمل وحاجات كثيرة يعني تمام 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 يا سيد رمضان الدكتور محمد يرد على حضرتك حالاً نشكر حضرتك جداً دكتور محمد لقاي أستاذ رمضان بيكلمنا في موضوع أنه هو بيشتغل فني معمل فبالتالي هو بيخالط أعداد كبيرة جداً من الناس سواء بيحلله بقى أياً كان التحليل حتى لو التحليلات العادية بتاعتنا فعايز يعرف إزاي يحمي نفسه أولاً إحنا نقدر نحمي نفسنا جوه المعمل يعني أنت طبعاً بتقوم بمجهود عظيم وجبار وإنت من الجند اللي واقف في الحرب دي سواء إذا كنت فني معمل أو تمريد أو طبيب فالله يكون فعولنا جميعاً عشان نقدر نعد من الأزمة دي نقدر نحمي نفسنا إزاي حضرتك بتبقى لابس الجلافز بتغير الجلافز بين كل حالة والتانية أو كل حاجة تلمسها حاسس أنك هتنقل عدوى من مريض للتاني أو من مكان للتاني لازم تغير الجلافز طول الوقت لابس ماسك ماسك طبعاً قلنا نغيره إمتى لابس البلط بتاعك عشان هدومك الشخصية ما يتنقلهاش أي عدوى أو أي حاجة حاول تحافظ على المسافة ما بينك وما بين الجمهور أو زملاتك جوا المعمل أن يبقى في متر ما بينكم وما بين بعض وكمان أنا يعني أنا عارف أن الضغط عليكم كبير الفترة دي ولكن يعني برضو بقول للناس ما تنزلش إلا للضرورة ما تنزلش وتعمل إزدحام إلا للضرورة حاجة بتنشط الناس اللي هم نازلين مثلاً يعملوا تحليل أو يعملوا أي حاجة إلا للضرورة إلا للضرورة طيب دكتور محمد عايزين نتكلم في موضوع دلوقتي حيك في العيادة شغال وجايل حضرتك مريده معاه مرافق بيتم التعامل إزاي مع المرافق في الوقت ده؟ المرافق بنتعامل معاه كأنه مريد زي وزي المريد بالزبط وكمان إحنا بدأنا نقول للناس بلاش مرافقين وفيه ناس قادرين يستوعبوا ده وبيعملوا ده من نفسهم وكمان أكتر مكان فيه الإصابة أو اللي بيبقى فيه البكترية هو قوضة الشغل نفسها تمام ففيه في بعض الأحيان الأب بييجي ومعاه أكتر يعني زوجته وأولاده وحاجات زي كده فإحنا يعني بنقول مرافق واحد بس مع المريد نعم يعني المرافق ده ممكن يعني في بعض الأوقات بيهد المريد شوية بيخافف عنه شوية حاجات زي كده ولكن الباقي ما يدخلش جوه القوضة منعا أو تقليل فرصة الإصابة بأي حاجة عشان نقدر برضو نسيطر على الأمور بشكل كبير طيب دكتور محمد عايزين نعرف بقى موضوع الحالات الطرقة دلوقتي المريد اللي عنده ألم هل ممكن أنه يستخدم مسكن أو شيء لحد ما ييجي لحضرتك أو لحد ما الأزمة تعدي مشان نقول بقى أنه ييجي دلوقتي ولا لازم أنه هو بيزور طبيب الأسنان اللي هيشتغل طوارق في الوقت ده والله لو إحنا بنتكلم في فترة الحظر فهو مش قادر ينزل من بيته ومش مفيش طوارق قريبة منه كمستشفيات أو عيادات أو حاجات زي كده فيفضل طبعا هو يستخدم مسكن يناسب طبعا ظروفه الصحية ممكن المريد ده يكون عنده مثلا مشكلة في المعدة ففيه مسكنات معينة هو مريد المعدة ده أو اللي عنده مثلا مشكلة في المعدة أو قرحة في المعدة بيبقى عرف أن المسكن ده ما يناسبوش لأنه جربه مرة قبل كده فياخد المسكن المناسب له الملائم للصحة العامة عنده لحد ما لو هو حاسس بقى أن خلاص الموضوع الألم زياد عن اللزوم يتوجه طبعا للطبيب فقارة فرصة عشان نعالج المشكلة على الأقل لو هو حشو عصب هنعمل أول جلسة عصب نسحب العصب وهياخد أدوية عشان يرتاح وبعدين أما ربنا يرفع عنه البلاء ده هوت يا رب إن شاء الله نكمل الخطوات الباقي نكمل بقية العلاج طيب بالنسبة للحملات اللي شنها بعض الأطباء في الفترة الأخيرة لموضوع الكشف عن بعد هل ده ممكن يفيد في المسألة الحاجة بتتكلم فيها أن المريد ما يبقاش عارف دلوقتي أنا المسكن المناسب ليا إيه كلام ده كله أعمل إيه فهل ممكن التشخيص عن بعد يفيد في الفترة اللي احنا فيها دي احنا تقريبا كل حاجة دلوقتي بيت أونلاين يمكن إحنا دلوقتي بنستخدم التكنولوجيا صح تمام تمام بدأنا فعلا على الطريق الصحيح لاستخدام التكنولوجيا التكنولوجيا دي اتعملت عشان العالم يبقى قرية صغيرة عشان اللي احنا فيها النهار ده عشان نحس إن احنا كلنا جنبه بعض بالوقتي فيه ناس بتناقش الماجستير والدكتورات بتاعتها أونلاين فيه ناس بتاخد المحاضرات بتاعتها أونلاين أنت كمان ممكن تعمل استشارة أونلاين ممكن تعمل ده صحيح مش هيبقى التشخيص بنسبة 100% أو في بعض الحالات مش هيتبقى واضحة بشكل كبير وهنحتاج إن احنا نعمل كشف في العيادة لكن لو نقدر نساعد بنسبة 50-60% من الأونلاين نعم فدي حاجة كويسة إن احنا نقلل عدد الناس وعدد نزول الناس في حالات الطوارئ تمام طب إيه الحالات بقى اللي احنا ممكن تيجي لحالات العيادة ولازم لازم إن احنا نتوقف عن العمل معها فورا حتى لو كان طوارئ هل في حالات اللازم نعمل معها كده أو ده الاسلوب المتابع معها الحالات اللي يعني كل الحالات نقدر نوقف معها لشغل نعم يعني مثلا مثلا إحنا المريض تعبان وعملنا له عصب وحاجات زي كده وخلاص وخلصنا العصب المريض طالب مني أعمله تركيبة تمام تركيبة دي ممكن تستنى تمام ممكن نستنى نعم لكن الحاجات اللي فيها ألم هي دي إنسانيا اللي احنا لازم نقف قدامها ونعملها ونجازة في اللي احنا ننزل آه يعني أنا قصد هل في مثلا مريض ذات عنده أمراض مزمنة مزمنة طبعا نعم مقدرش لنا نشتغلوا دلاتي نتيجة إن مناعته مثلا هتكون نزلة في أكتر عرضة للإصابة بالفيروس أو كده أكيد بنقلق شوية من السن الكبير نعم بناء على التصريحات اللي طلعوا بنقلق من الأمراض المزمنة فدول يعني هنشتغل في حالة يعني لو خلاص مضطرين بشكل كبير جدا 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 نحن نشتغل نتيجة إن المريض ده متقلم بشكل كبير تمام هنا نقدر نشتغل بس طبعا بناخد بالنا كويس قوي والمريض بيبقى يعني لازم لو هو مريض سكر مريض ضغط لازم ياخد دواء سكره لازم يزبط السكر كويس لازم الضغط يبقى متزبط وقايسين ضغطه وقايسين سكر ويبقى واكل كويس قبل ما اشتقوها هل في أدوية وقائية ممكن ياخدها قبل ما ييجي لحضرتك ولا لأ؟ أنه هو ياخد أدويته بتاعة الأمراض المزمنة لأنه هو مريض السكر السكر باختصار هو مرض لو احترمته يحترمك نعم لو أنت مريض سكر وبتاخد الأدوية بتاعتك ومزبط أكلك أنت بقيت إنسان عادي تمام فأنا عايزة خليك إنسان عادي ما تبقاش عندك مرض مزمن عشان نقلل فرصة الإصابة بأي مرض تمام فخد أدوية الضغط خد أدوية السكر كل كويس قبل ما تيجي عشان نقدر نشتغل ونريحك من الألم لحين ما نعدي المرحلة اللي احنا فيها تمام طيب حقيق ذكرت بقى من ضمن حالات الطوارئ من شوية موضوع العصب المكشوف ايه معنى كلمة عصب مكشوف؟ عصب المكشوف احنا عندنا يعني هحكي لك قصة صغيرة كده لمواطن ما بياكل نعم فما بيخسلش سنانه فالأكل بدأ يدخل ما بين أسنانه فبعد كده بدأ يحس بألم مع الميا الساعة ومع الحلويات نعم فقال لك مش مشكلة خلاص مش لازم اروح للدكتور وابتاع وانا تمام وزي الفل وكويس فضل الموضوع يزيد 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 والأكل يفضل موجود وبرضو ما يخسلش سنانه اللي بيحصل بقى التساوس كان في أول طبقة بدأ يأكل في أول طبقة فالسنة بقت طبقة المينة بقت مكشوفة اللي أول طبقة؟ أول طبقة طبقة المينة بقت مكشوفة فبقت السنة حساسة للسخن والسائع والحلويات أكتر كمان تمام كويس فبالسائع وحلويات المريض بيتجنب خلاص مش هيكل على الجنب ده أكل على الجنب التاني وهكذا نعم بس السوسة لسه موجودة تمام فالسوسة لسه أعمالة تاكل في الدرس تاكل في الدرس تاكل في الدرس لحد ما نوصل لطبقة العصب هنا يحصل للألم اللي ما نقدرش نتحمله لهو دي الحالة الطرقة اللي احنا نشتغلها بقى هي دي الحالة الطرقة عشان كده في البداية خالص قلنا أن موضوع الكشف الدوري نعم بيخلينا نكتشف التساوسات البسيطة دي هنخلص في جلسة واحدة مجهود أقل مش هتتعب لكن العصب ولفلوس أقل ولكن العصب هنحتاج جلسات هنحتاج يعني وقت كبير شغل كتير وكل ما كانت المشكلة بسيطة حلينها فوقت ممكن موضوع طب الأسنان من الحاجات الكتيرة الشعب المصري بيحتاج توعية كتير شوية في موضوع طب الأسنان ده لأن زي ما حاجة ذكرت كده احنا ما بننزلش للدكتور اللي لو احنا بنموت ده حقيقا سواء بقى في حظر أو ما فيش حظ ففعلا من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها هي موضوع الزيارة الدورية أو السن اللي حاجة بتشتغل فيه مهما كان كل ما الإجراء زاد كل ما كان عمره الافتراضي أقل شوية ولا ده مش صحيح طبعا طبعا لأن انت دلوقتي أما بت يعني زي ما بنقول بالمصري كده احنا بنموت العصب من الدرس نعم فطالما العصب هو غزى الدرس تمام العصب ده هو الأنسجة والخلايا اللي دخل الدرس بتغذيه وتخليه قوي عشان يقدر يتحمل الأكل والعض عليه تمام عشان كده تسمع ما قولت أنا عملت حشو عصب فمحتاج أعمل طربوش تمام أو عملت حشو عصب والدرس الكسر والدرس الكسر تمام ليه الكسر وليه هنلجأ للطربوش لأن سبحان الله الغزى بطل أو وقف عند مكان معين اللي هو ما بقاش يدخل للدرس ما بقاش يدخل لغرفة العصب بطل يغزي الدرس فالدرس بقى ضعيف جدا فالعض عليه ما بقاش دي الأول فسهل إنه يتكسر فمنضطر نلجأ لحاجة خارجية اللي هي مدت بقى البورسلين في التركيبات والحاجات دي عشان نقدر نغطي الدرس عشان ما يكسرش بنشوف ناس كتير تقولك أنا عملت حشو العصب والدرس اتكسر فأنا جاي يعمل التاني أخلعه أنا جاي أخلعه هو واجعه بس أنا جاي مقرر أن أنا أخلعه عشان أنا لما عملته عصب اتكسر تواجه رسالة إيه لحد بيفكر كده أو شفت أكيد حاجة شفت في العيادة أكيد بطبعا ما تمشيش الطريق لنصف كمل الطريق أنت من البداية عارف أو لازم تعرف من دلوقتي إن حضرتك روح تتحشي عصب حشية عصب الدرس ده بقى ضعيف سنة ربنا بقى أنه هو الدرس ما بقاش يدخله دم أو عصب أو غزة فبطل فبقى ضعيف جدا فأنت محتاج أنك تحط عليه طربوش في بعض الحالات لأنه في حالات قليلة قوي برضو عشان أبقى ضقيق عشان فيه ناس ممكن تكون مش عاملة طربيش والدرس عايش معها زي الفل أو السنة ففي حالات قليلة قوي ما بتحتاجش لكن لو الدكتور قالك الدرس ده محتاج طربوش فمن فضلك يعمل طربوش لأنك هتضيع مجهود وفلوس الوقت اللي أنت قضيته كله في حشو العصب تمام تمام يعني في الآخر هو بيبقى خطأ المريض نفسه إن هو ما يركبش إن هو ممكن يكون المريض بيأجل أو بيكسل أو ممكن يقول الشهر الجاي هراكب التربوش ده ومشاغل الحياة تاخده وينزل تمام طيب دكتور محمد تكلمنا على العصب المكشوف إيه هو انتهاب العصب هل هو العصب المكشوف هو انتهاب العصب ولا ده بيفرق عنده هو العصب بألمه أنواع نعم أنواع كتير ففي بعض الحالات تلاقي المريض يقولك أنا حاسس بنبض نعم في الدرس تمام باخد مسكنات ما بخفش بيسكنني نص ساعة أو ساعة والألم بيرجع ويزيد علي تاني نعم تسمع من مريض مثلا أنا مش عارفة نام الحاجات وقت النوم بالذات الألم بيزيد علي تمام ده من الحالات اللي العصب فيها بيبقى ملتهد في أسنان في ناس ممكن أو مريض يقولك أنا الدرس عندي مكسور بالكامل ومقصوم نصين والعصب مكشوف ومفيش ألم طيب ده بيحصل إزاي ده ده بيحصل إزاي إن العصب ده نقول عليه إن هو نيكروتك يعني العصب ده هو تتحلل وبقايا الخلايا بتاعة العصب موجودة زي ما هي جوه وفي وقت ما في وقت ما هتلاقي ممكن الوش حصل فيه ورم تمام حصل فيه ألم مفاجئ لكن هو وصل العصب ومحتاج إنه يتعالج أو يتخلع بناء على حسب الحال تمام طيب إيه علاج بقى لتهاب العصب اللي إحنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي عمنا الحالات طبعا الطرقة لولا ما ييجي العياد عندنا في الوقت الحالي لازم إن إحنا بنشتغل إيه العلاج بقى اللي إحنا بيتم حاليا والله هو العلاج كمان يعني مشكورة وزارة الصحة والنقابة حددت العلاج لكل حالة من الحالات تمام وقالت إن في علاج حشوة في حالات الطوارئ بتاعة العصب إحنا محتاجين إن إحنا نزيل جزء العصب ده هو تلي موجود اللي إحنا بنقول عليه بالعربي أو باللغة بتاعتنا كده اللي هو إن إحنا نموت العصب نعم ودواء وقائي يعني بنشوف المريض ده محتاج مضاد دحاوي محتاج مسكن بنسأل الصحة العامة أخبارها إيه الأمراض اللي عندنا إيه ما فيش حاجة للدنيا كويسة المعدة كويسة بنبدأ نكتب الأدواء بتاعتنا بناءا على الحالة وقال إلا كنت أنا حددت الرشدة دلوقتي للناس كلها تجيب بالحالة بناءا على وضعه الصحي أقدر أكتب له الدواء المناسبية ده لسه ما تدخلتش تدخل طبي داخل العيادة عملتش إجراء طبي دخلت طبي إن أنا سحبت العصب يعني عملت أول خطوة سحبت العصب دي لأول خطوة بس ده بناءا على التعليمات اللي اتبلغنا دي طب معنى كلمة سحبت العصب يعني عشان برضو نوضحها للسادة المشاهدين العصب ده هو عبارة عن غرفة الغرفة دي بيبقى يعني فيها قنوات عصبية تمام يعني غرفة اتمدد منها قنوات عصبية نعم كويس فسحبت العصب يعني إيه يعني أنا نضفت كل البكتيريا اللي جوه الغرفة بالقنوات دي تمام بالقنوات دي فأن أنا طلعت البكتيريا دي تلاقي المريض ارتاح وبقى كويس وتمام طب ما هو العصب ده أساسا هو إيه اللي حصل له زي ما قلنا في البداية تسوس وصل لغرفة العصب بدأ يأكل في غرفة العصب العصب بقى ما تشوف التسوس عمل حالي تهيج للعصب اللي موجود جوه ده الملتهبة اللي جوه دي نعم طيب دكتور محمد إحنا يعني في نهاية حلقتنا عايزين من حضرتك في عجالة شديدة ندي نصيحة للأطباء للشغل في الوقت الحالي نصيحة للمرضى في الوقت الحالي أنا يعني أنا بس حابب في نهاية الحلقة إن أنا أوجه شكر لأستاذة هاجر اللي اتصلت بينا نعم كتمريد ومحتاج أوجه شكر لأستاذ رمضان كفني معمل والكل يعني الطاقم الطبي اللي شغال في المرحلة الحالية اللي احنا فيها يمكن دي جنود مجهولة لم يصبح كندي مجهول أصبح خط دفاع أول هو لم يصبح فعلا هو فعلا خط دفاع أول نعم يمكن هو الجيش الأبيض هو بينضم للأطباء لأنه هو بدون الطبيب هو برضو الطبيب مش هيدر يقوم بكل حاجة نعم نعم فسواء كان تمريد سواء كان فني معمل أو أي فرض بيشتغل في القطاع الطبي أنا بوجه له تحية كبيرة لأنه هو خط الدفاع الأول وهو الجيش الأبيض اللي بيدافع وواقف قدام الوباء اللي احنا فيه احنا في مرحلة يا جماعة إن الحمد لله احنا عندنا علم قوي وعندنا طب قوي وعندنا حكومة قوية بتساعد الأطباء دول على تنفيذ مهامهم نعم فكل شكر للناس دي أنا أعرف أطباء ما رجعوش بيتهم تمام تمام حفاظا على أهلهم طبعا طبعا يعني أعرف أطباء رفضوا يرجعوا بيوتهم حفاظا على أسرهم ونعرف أطباء من مخلطتهم للحالة أصيبوا والحمد لله منهم اللي بيتعالجوا منهم إن شاء الله علاجوا يبقى عن قريب وآخر حاجة أنا ممكن أقولها إن إن شاء الله أنا متفائل بشكل كبير جدا بإذن الله إن الوباء والغمة دي هتنكشف في وقت قريب قوي وكل الناس هترجع تاني للمشاط للمشاطات وترجع حياتنا طبيعية تاني لكل حاجة تاني نعم إحنا ممكن ناخد فترة الحظر دي على إن هي إعادة ترتيب أولويات نشوف علاقتنا بربنا بنفسنا بأسرنا تمام إحنا للأسف انتهى وقت حلقتنا سريعا يعني الحلقة ما حضرتك بتمر بسرعة جدا ونتمنى إن هي كانت تطول أكتر من كده طبعا في نهاية الحلقة ما توجه لحلقة بالشكر دكتور محمد لؤية أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان باشكر حقيقة جدا يا دكتور شكرا شكرا أعد من حضرتك بلقاء آخر بإذن الله يا رب إن شاء الله إذلك بتوجه بالشكر للسادة المشاهدين أتمنى إن إحنا نكون قدرنا نفيدكم طبعا في الحلقة تمنى إن إحنا نتخذ جميع إجراءات الأمن والسلامة والوقاية نلتزم بغسيل الأيدي واستخدام المطاهرات والاستخدام الصحيح لوسائل الوقاية اللي إحنا ذكرناها طبعا في الحلقة ونلتزم بعدم النزول إلى الشوارع أو حتى إلى العيادات إلا في الضرورة القصوى كان معاكم محمد حمدي دونتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة